اشتركوا في القناة ويمكن الشناوي عمل ريكورد مميز جدا خلال هذا الموسم في الحفاظ على الشباك النظيفة لسه ايضا مع الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر واللي نشر فيديو للكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين في الطائرة وكتبوا عليها او في التغريدة باقي من الزمن ثلاثة ايام او ثلاثة ايام نصق بكم يا ابطال مهم ان شاء الله تكون موفقة لبعثة النادي الاهلي وتعود البعثة ان شاء الله موفقة بنتيجة ايجرية مكملين معاكم ونشوف برضو ايه اللي تكتب على السوشيال ميديا الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على تويتر نشر صورة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني معاك كيفين جونسون موسي محل اداء كيبيلة كمان مدرب الاحمال والصورة مكتوبة عليها نصق بكم معاك يا اهلي الصفحات الجماهرية ودورها في التوقيت الحالي صفحة الاهلي اليوم نشرت صورة جماعية لفريق النادي الاهلي وكتب عليها افريقيا يا رجالة كل التوفيق يا رب في مباراة الوداد مباراة الزهاب لسه فيه شب تاني مباراة العودة في مصر ان شاء الله كمان صفحة تماجيكان ومن الصفحات الجماهرية أيضا نشرت صورة وعليها نفس الصورة بتاعت لعاب النادي الأهلي وكتبوا عليها تكونوا على قدر المسئولية أدها يا أبطال بإذن الله أما الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشر صورة لمحمود قهربا والكل طبعا بيسأل في الفترة الحالية حالة محمود قهربا جاهزيته لمباراة الوداد وفي الجول بيكشف فرص لحق قهربا في الظهور أمام الوداد أصبحت صعبة النهاردة الأربع لسه قدامنا بالضبط 72 ساعة على المباراة لكن هنشوف الجهاز الطبية هيتعامل ازاي مع هذا الأمر ويفضل عدم الحديث عن هذا الموضوع لغاية لما نشوف الجهاز هيتشتغل ازاي لغاية مباراة السبت اللي جاي الصفحة الرسمية للكاف على تويتر نشروا تاريخ مواجهات الأهلي والوداد وكتبوا كل ما تود معرفته حول المباراة المنتظرة في نصف نهائي دوري الأبطال طيب عايزة أتكلم على جزئية مهمة جدا مباراة الوداد والأهلي في البطولة الإفريقية بنتكلم حوالي 8 مباراة الكفة متساوية لأن الأهلي فاز على الوداد مبارتين والوداد فاز على الأهلي مبارتين والفرقتين يتعادلوا مع بعض أربع مرات لكن في جزئية مهمة جدا سواء في المباراة المجموعات أو حتى مباراة نصف النهائي الأهلي أكتر فري في دورة أبطال إفريقيا وصل لمرحلة بدور نصف النهائي الوداد طبعا يمكن بعيد شوية في مسألة الأرقام بالنسبة لمرحلة النصف النهائي لأنه موصلش غير خمس مرات وتأهل من الخمس مرات أربع مرات للمباراة النهائية لكن الأهلي عمل رقم كبير جدا وصل للمباراة النهائي نصف النهائي 15 مرة وعمل رقم خياسي في التأهل للمباراة النهائية مهم جدا عايز أقول لأ حاجة الوداد في آخر 26 مباراة على ملعبه في البطلات الإفريقية لم يخسر سواء من الأهلي كانت آخر خسارة للوداد بتاريخ 27 سبعة 2016 الهدف اللي أحرزه رامي ربيع للنادي الأهلي عندما كان مارتين يول المدير الفني للنادي الأهلي المباراة كانت تقام في الرباط ويمكن جماهير الوداد بتقول لا ما بنخسرش في مركب محمد الخامس لكن الأهلي لما كسبنا كسبنا في ملعب مولاية عبدالله في الرباط عموما الأهلي فاس في المغرب على فري الوداد وإن شاء الله يقدر يعمل نتيجة إيجابية في مباراة السبت القادم بشكل عام ده كانت الحديث عبر السوشيال ميديا خلال التوقيت الحالي بخصوص مباراة الوداد والأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل فقر التريندو أولاين وعندنا بالتأكيد مدخلة وكلام مهم جدا عن استعداد الوداد أيضا لمواجهة الأهلي وآخر الأخبار المتعلقة بالإجراءات التنظيمية لهذه المباراة